بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الظالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أأنذرتهم أم لن تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضلب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يلدني الرحمن بظل الله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخير وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فالشمس تجري لمستقد لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأن أولقهم فلا صديق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها معرغين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أن تعم من لو يشاء الله وتعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يومرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون وانفق في الصور فيذاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أوهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد ألل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه زهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فلو نشاء لتمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون فلو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا منيا ولا يرجعون ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا الأعم فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فيذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الإظام وهي رميم قل يهيها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أبليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوض برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوض برب الناس ملك الناس إله الناس من شر المسواس الخنّاس الذي يوسبس في صدور الناس من الجنة والناس الله تعالى نام عودية فاتحة سورة آسين إخلاص معاوية تيني اللهم ملن نسوي کري کتے أدن دے اللهم مثل ثوابين متنب سلاللہ علیه وسلم تنگو اللهم مجد مرون صالحين اللهم حضرت لیکم يتشکوڑو کتے نملن نبیده پرنجي پویا نمر مادا پدا کرباري سنداننگ برتا کمر مجد قدنبا کنگل اللهم تعالى اللهم حضرت لیکم تشکوڑو کتے ادن دے کارنام آئی ابر اندنگلوم اندنگلوم پریاسم انبووی کننو انگل ادن دے ثواب کنن اللهم تعالى ادن دے فلل کنن آ پریاسم اللهم دوری گریچ گوڑو کتے قبر جیودم اللهم تعالى راحتلوم سندوشتلوم آکی ترتے اللهم پریاسم اللهم نمکا کتے ابریو نمیو ملہ نال جننات النعیم المقتنب صلی اللہ علیه وسلم تنگو ورمیچ کوٹی انگرحی کتے آمین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد اللهم اوصل وبلغ مثل فباب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبرکة شاملة منا الى حضرات النبي محمد صلی اللہ علیه وسلم و الى حضرات جميع الانبیاء والمرسلین و الى حضرات اهل الخیر كلهم اجمعین اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم اللهم بحقهم وبجاههم اسر عسيرنا وصحل امورنا واقل حوائجنا واد ديوننا واشف امرالنا وامرال مرلانا يا ارحم الراهمين اللهم و الى حضرات ارواه ابائنا وامهاتنا و الى حضرات من ماتوا منا من ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا ومن تعلقوا بنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولهم ورحمنا وإياهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع عبادك الصالحين اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من ريال الجنة ولا تجعل قبورنا ولا قبورهم حفرة من حفر نيران اللهم آنس وحشاتهم وآمن روعاتهم ونفس كرباتهم ونور محلاتهم وارفع درجاتهم وقل لنا ولهم وبنا وبهم حفيا اللهم وامح ما كان من السيئات في تروسهم وافسح لهم ما لاق من رموسهم وجعل الحور كواعب من انسهم وانيسهم اللهم وما اتوك به من حسنة فتقبلها وما اتوك به من سيئة سيئة فتجاوز عنها اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وجيران خيرا من جيرانهم اللهم ادخلهم الجنة وأعيدهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأنوات ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رهيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أتمعين والحمد لله رب العالمين